رجل كبير السن معه ولده يريدون بلوغ بلدة بعيدة وضعوا حملهم على عزهم الله حمارهم وساروا في الطريق بينما حمار يخطو على في الطريق كسرت رجله فلم يستطع المواصلة فقال الابن ما هذا الذي يحدث قال الابو انما حجبه رب العباد اكثر مما ظهر لنا يعني رب العباد حجب بلاء عنا كبير وانما ظهر في كسر رجل الحمار حمل الولد وابوه الحمل الذي كان على الحمار بعد مدة جرحت رجل الاب ونزفت دمن فربطها الاب وصار يحمل الحمل الذي على كتف ابيه عليه هو فيقول الاب يا ولدي لا تحزن ان ما حجبه رب العباد اكبر مما ظهر لنا فبعد مدة استراحه في الطريق فلدغت حية الولد الثعبان فربطه ربط الابو الجرح ويعني جرحه حتى ينزف الدم بالسم فيبتسم الاب ويقول يا ولدي سبحان الله ما حجبه رب العباد اكثر الولد يتعجب اي خير حجبه اي خير الحمار وكسر والحمل ونحن حملنا والاب رجل سبحان الله والاب قد لدغ سبحان الله وصلوا متأخرين اياما على البلدة التي كانوا يقصدونها فوجدوها مسواتا بالارض فقد هزها زلزال شديد سبحان الله زلزال هزر فنظر الاب لابن هيابني ان في تأخير الامر تدبير من رب العباد المدبر سبحانه احبتي في الله اشتركوا في القناة